الفن الفن هو وسيلة نهرب من الواقع الصعب اللي عم نعيشه ولكن دكتورة سيهان فرح لقيت انه الفن كمان تلتشكيلي بالتحديد وخلقت ابداع جديد خاص بيه بزغرفة الايكونات دكتور سيهان فرح معنا بالاستوديو أهلا وسهلا فيك دكتور تنحكي أكتر عن هيدا الموضوع كيفيك اليوم؟ ما شك منيحة أو عم بجبر حالي يكون منيحة كلنا عم شوي شوي يعني بنجبر حالنا ولكن منحول أوقات المعاناة أو الصعوبات لفن وهيدا الشي اللي حضرتك عملتي أكيد حضرتك عاملي دكتورة دولة بالعلوم الإنسانية والإنماء الريفة ولكن هلا عم تتوجه للفن التشكيلي خبريني هيدا النقلة كيف صاري؟ هيدا النقلة هيدا غردي تفعل هيدا هروب من الواقع عشان وقت اللي بتفهم حقيقة المعاناة طبع الناس والتعاسي اللي نحن فيها على كل الأصعيدة ما بق فيك وما قادر تساعد ولا قادر تعمل شي بدك تلاقي شغلة لحتى تقدر تضمه توازنك موجود مثلا كل اللي تعلمناه بالجامعة على صعيد القانون على صعيد السياسي على صعيد الاقتصاد حتى على صعيد التيوري بسيكولوجي ما في شي عم بيتطبق حتى شفت إن فرود إجا أو ماركس إجا يمكن بينتحروا ما معقولي إنسان يقدر يحمل اللي نحن عم نحمله بقى حوالت بحيال الطرق مضيت 33 سنة على الأرض أعمل دراسات إنمائية كل الدراسات اللي عملتها ضمت حبرا على ورق مع إنه هيدا أحلى بلد عنده كل الطاقات هلا عم بيحكوا بالشو اسمه بالبيترول من سبعين سنة معنا خبر إنه عنا بيترول بس ما بعرف شو عم بيصير ولا ممكن حدا يقدر يقدر يطلعنا حقيقة وقت اللي بتطلع بالتاريخ تبعنا الرجالات تبعولنا كانوا عظمة تتصور أول شخص اللي ساعد بوضع حقوق الإنسان هو شارل مالك هلأ وين حقوق الإنسان وين نحن وين من زمان هالرجالات حقيقة من زمان كان رجالات رجالاتنا كبار وقضية لبنان صغيرة هلأ صارت قضية لبنان كبيرة ورجالاتها صغار أنا متأسفة أولا عشان هيك صار الشعب اللبنان المعتر عنده ازدواجية بالشخصية إنه سكيزوفرانية دانتول السنس دي ترب ما عد هلأ وزو عمل قطينه تتصور الحرام الكبير ما بيحكموا بيحكموا الحرام الزغير الملياردرية كلهم هيدولي منين جابوا مصرياتهم بقى أنا سائرة ولا أزال سائرة عشان هيك حتى كان الفن عندي هروب من الواقع بقى أو حوالت ستون بروجيكشون انترن ستوفر من المعاناة اللي أنا فيها هلأ وقت اللي بعمل باللشت قبل كل شيء بالرسم التشكيلة والموزيك طيب يعني حطيت البصمة التبعيتي ما بقلك لأه بس ما لقيت حالي مظبوط عشان الثورة اللي داخلي كتير كبيرة وما قادر أعمل شيء راح تتوجهت نحو كتابة الأيكونات حلوة بس لسوق الحظ حدا في وعزات ما بقبلها هلأ نحنا عم نحكي بشكل عام أنه الفن بيكون كمان فشة خلق رسالة وحضرتك الأعمال اللي عملتيا كمان بتبين على هيدا الموضوع فرح نكون عم نشوف نحنا والمشاهدين فيديو عن الأعمال اللي حضرتك عملتيا ومنعلي أعلى من بعض هيدا هو أنا انتقلت ساعتا نحو زخفة الأيكونات ودخلت أنا أشياء أشياء جديدة هلأ راح نشوف هون وفرع مزور بفسير شو شو دخلت فيها هلأ عم نشوف بالفيديو كمان الأيكونات اللي حضرتك كنتا عم تحكي عنا وعم نشوف يعني نحنا بنعرف الأيكونات بيختلفوا عن الفن إن كان من رسم أو إن كان من موزيك أو غيره من الأشياء خبرينا أكتر شو عم نشوف هون بالعام هيدا هلأ هيدا الأيكونة بيزنطية إجمالا الأيكونات كانت بس تتوقف ترتكز بس على الفيدور وإذا بدك ندفت متى الأروبوسين يعني دائما منشوف الدهب طاري كمان بالأيكونات عملت مزج بالألوان وبلشت شك اللي قبلها ستة ديكو غاية هلأ هيدا ما عم نشوف مضبوط الضو جاية نتفت هلأ منضبط الشاشة روتور بس عم نشوف يعني عم يكون فيه شغل من ناحية الشك اللي كنت عم تحكي عنه كمان من تدخيل المواد بين بعضها؟ بلشتروني شك بالسواروفسكي ما عادت اكتفي بالشكل العادي صبحت شك بالسواروفسكي والفيدور حطن بعدين شوي شوي باللشت حتى إن كان بتلاقي الديزاين أنا أرسمه إنسي جاما مع الايكون اللي عم بيشتغلها إن كان هيدا روسية لاحظ فيه لبين شوي فرق باللشتغل كذا ألف سواروفسكي شكتهم كل وحدة بإيدي هيدا كاتوليكية كمان شوف المزج بألوان الميتال أروبوسين والدهب الموجود والقابر اللي فيه لك هيدا على كلين أنا أكتر شيء اللي حبي حطه والغلياف هي الأمومة الأمومة كتير حلوة وهي اللي بتصنع الإنسان لاحظ هيديك الأولانية الأرض محل اللي واقفة سانتا ماريا حطه شو اسمه شو بيقول بلاتخ وهيدا يعني عم نلاحظ تلتر بيع الأيكونات كلهم مراكزين على العدرة مريم مع ابن يسوع وقته كان صغير كمان يعني هيدا الأمومة اللي عم نحكي عنك هيدا الأمومة عشان إجمالا الأمومة هي أساس المجتمعات كلها لاحظ هون العائلة هون بلش تدخل عدا عن سواروفسكي عدا عن الميتال أروبوسي إن كان بتلاحظ هلأ هيدا بنحكيها هون العائلة دخلت لدنتل دنتل ديكالي دنتل ديكالي يعني دنتل ديكالي يعني دنتل سويس و البودري كلهم هيدا اللي دخلتون أرسوسي هوني سي جيزيو ديبراق كمان هيدا بواد روز محفوري على الإيد ومعمول كمان سي سانتا ماريا بقى هيدا ساسي لكوا أرمنيان صليب الأرمني ايه الصليب الأرمني هوني حوالت أعطي إشياء برات الأمومة أعطيت شي محضوم يعني ستك كيكشوز دو سامبا لا حلوين يعني الحلو بالآيكوني أنه بس نتطلع فيها من نروح بكتير محلات يعني مع أنه الصورة يمكن بتكون بسيطة ولكن الزخرة في الحوالية وكنا عم نحكي إن كان الشاك إن كان المواد المستعملة دايما بتاخد الشخص على محلات بيصير يفكر بالإشياء ونحنا اليوم بستوديو كمان جايبة معيك لوحة رح نحكي عنا أكتر مفصلة باللايف رح فسر أكتر كيف كمانجو بروسيد بس صدقني وقت اللي بعمل شغلي ما بصدق أنا إنه أنا طلع من إيدي هيك عشان ما عندك قاعدة مثلا بالماتماتيك أو بالحقوق بتتبع هالقاعدة أو بتحكم على فلين حسب المادة كذا ياريت بيحكموا عليهم برف بقى هادي خبرية الفان هي كل شي واحد هو شو بيحس لا في كتاب لا في قوانين ولا في شروط يعملها ولكن بس يفجر اللي بقلبه أو يفش خلقه كمان ونحنا عم نشوف يعني المعنى بستوديو عم بتبربي الأيكونة وغير معناها إن كان من ناحية العدرة مريم ويسوع المسيح ولكن كمان كجمال كألوان كالشكل عم نشوفه فيها يعني أكيد على الشاشة ما عم تبين مية بالمية متل ما هي لايف ولكن إن عكاس الضو كمان يمكن الشكل اللي كتا عم بتحكي عنه الكريستلز الموجودين كمان بيعطوها هيك نوع خاص للأيكونة زخرة فت الأيكونات بالتحديد بيفرق عن الفن بشكل عام بالنسبة لإلك كيف كل واحدة بتصنف فيها إن كان زخرة فت الأيكونات أو الفن التشكيل اللي قلت اشتغلت فيه أو عملت قبل هيدول عالمين مختلفين تماماً هلا الفن التشكيلي لا شك فيه قبل يعمل أحلى وبعض راح يجو يعملوا أحلى هلا صحيح أنا حطيت تتش بالفن التشكيلي دخلت البات واللوانت وإشياء عاطة شي حلو بس هيدا سيلو ديجا فيو بينما الآيكونات هلا هيدا لا ما حدا نعمل هالزخرة في بها الشكل هيدا وبعدين ما بوقف قديم شي مع هالقيام الصعبة ما فارقة معي يعني شو ما كلفت القصة ما بقدر بوقف إن شاء الله ما عندك فكرة كيف بعمل تقدر دبر شو اسمه المواد اللي عم تشتغلي فيها المواد السواروفسكي وهولي كلهم على كلين أنا من قبل كنت يمكن حيثي إنه بدي أوصل لمرحلة مزعجية كنت خزني تقريبا عندي غرفة من كلينة كلها بس ما هيدا كله بعتاز عشان هيدا خمسين بسبعين كبرة يعني إلا ما تعتاز هلأ أول شي ببليش بحط الرسمة أنا برسمها تكون مناسبة مع الصوار ومع العصر ومع العهد طبعا بعدين من بعد ما أحفرها هيدا على إيدي بعبيها شمح وبرجع بلزقة على الخشبة وببلش هون قبل كل شي أكيد بضبط الصور كتير بعمل موديفكاشون بنعمل فوتوشوب عليها لحتى نطلعها بيرفكت أوات كتير جو موديفية بعدل بالصورة لحتى تطلع رائعة وببلش هيدا مثلا بلشت قبل كل شي بوضع هال هال شو اسمه البرودري الجيپور أخذت حتى رامت الديزاين أكيد شكل سوروفسكي هيدا كله حقيقة بدك أنت بتنسى الواقع اللي أنت فيه وبتنسى الوقت وبتنسى كل شي حتى وقت اللي بتنقطع الكهرباء عندي أندي لبدوية وبكفة طي ضل حبل الأفكار إيه حتى وبعدين الصبح أحلى صباح عندي هو بركن ضغة على الأتوليات طبعية تشوف شو عملت أوقات جو موديفية بعدل إيه بعدين اللي أخذ شغل أبتر شي هو تيب الطفل الصغير لأنه غير كمان غير نوعا من المواد اللي عم تستعمل وكمان يمكن شوى دقيق أكتر بالديزاين بالديزاين والمرياج دو كولور بعدين لاحظ الأوريول مختلفة عن الأوريولات اللي عملتها قبل مبين هون الهال اللي حوالها راسهم كمان معمولة بطريقة مختلفة وبعدين بالآخر من بعد ما خلص ملاحظ شك كله محل اللي فيه وردي وبالهيدا حتى كمان مرياج دو كولور بسواروفسكي وبعدين لاحظ هالبريانس تبع الميتال هيدا بتعرف شو حتى فيه هيدا حتى بنتور فيتراي بايوتة كمان هيدا هيدا بيعاكس الضو بطريقة حلوة كمان ايه طيب يعاكس الضو لحتى بروغمتخ أنغوليف إن بدك الفن والرسمات اللي عملتهم أكيد يعني كمان منلاحظ إنه غير الموضوع طبع الأيكوني لأنه منعرف الأيكونيات عادة عندهم موضوع معين فيه فن مشغول حواليها فيه كمان طبعة خاصة يعني نحن بنعرف الأيكونيات مثل ما هنة أو بنعرف كل الأيكوني إلا معنى إن كان ديني أو إن كان شي تاني تيوصي رسالة ولكن هون عم بتفوتى فن تاني يعني عم نشوف التبربو عم نشوف كمان تقنيات جديدة عم تستعمليها مضبور كيف عم بتقدري تخلي عم تجمع بين الفن والمعنى طبع الأيكوني لأنه هون عم نشوف غير إنه موضوع أمومي في عنا موضوع ديني كمان كيف عم تقدري توصل بين الفن والدين تتجمعيون مع بعض بأيكونيات؟ لك بدي أقل لك شغلي قضية الدين بالنسبة لإلي أنا بعتبر إنه الأديان السماوية كلها عندها نفس الهدف هو العطاء المساعدة والمحبة ولما بيكون الدين مع التطور أنا معه بس لما الدين بيوقف ضد التطور أنا ضده نهائيا هلأ أنا بالنسبة للأيكونيات صحيح بحترم الفلسفة اللي عطيها السيد المسيح وهي فلسفة رائعة بس بالنسبة لإلي أكتر شي تركيزي هو على الفن على الفن هلأ بما إنه عم نحكي عن الفن وحكينا كمان قبل يعني المشاهدين بعتقد صار عندهم فكرة إنه مش بس تشتغل إيكونيات اشتغلت كمان فن تشكيلي متل ما سبقوا ذكرنا راح نشوف فيديو عن الفن تشكيلي هالمرة والمزاييك هلأ هلأ بتشوف في طاولة إخدي معي سنتين ونصف شغل يلا خلينا نشوف نحنا والمشاهدين بكر عم نشوفهم على كل حال وعم نشوف كمان الموزاييك اللي كنا عم نحكي عنهم هوني بعيدة عن جو الأيكونات إيه بعيد نهائيا يعني هيدول السوسون دي رو بروديكشون أكيد في التتش أنا هوني الورد كله بط معجونة حتى عم نشوف فيه في ثري دي شوي يعني منحس المواد اللي مستعملتها طالعين من الكانفاس أو من اللوحة اللي عاملتها مش موجودين بدايما نشوف أحد مستعمل هيدي طاولة طاولة عاملتها لدام أو شابو وورا في فريدور وحقيقة حلوين بس أكيد هولي بتشوفهم بتشوفوا أحلى انت بلشت بالفن التشكيلي ورجعت نقلت على زخشات الأيكونات أعمل شي خاص لإليه وهيدي الطاولة هيدي الطاولة موزايك إخد سنتين ونصف شغل أسأل منشوف بالموزايك هيدة عادية بلشت فيها كمان بالموزايك منلاقي أنه فيه بده يكون فيه انسجام بالألوان وكمان فيه دقة كتير كبيرة لأنه عم منحط حجرة حجرة بالنهاية عادة عن أنه عم بتكسر سوسون دي باردوفير عم بتكسرون فيه أوقات الفورما تبع الحجرة اللي بدك تحطها بتقعد عليها ساعات لحتى تزبط عم بتشتغل بحجار بس مع كل هالفن الحلو اللي هو الفن التشكيلي والموزايك وكلهم هولي اللي بحبهم أنا ما نسجمت إلا مية بالمية إلا مع الآيكونات زخفة الآيكونات باعم هو الفنان كمان بس يكون عم بيحب العمل اللي عم بيعمل يعني مثل ما شفنا بالآيكون اللي معنا بالستوديو وكمان الفيديو اللي قطع عن الآيكونات منلاحظ أنه فيه هيك بصمة معينة حطية لحضرتيك لنعرف أنه الدكتور سيهام فرحية عملتها لهيد الآيكونات ايه وبعدين عفوا لاحظ شغلة أنه كل وحدة عندها ستير شكل مزبوط مبقدر إلك أنا تبعت هيدر مدل لا هلأ عم بعمل عم بعمل ديزاين لآيكوني جديدة غير شكل نهائيا غير شكل دكتور رح نشوف لك شي معرض قريبا إذا الله راد آآ لك بلبنان ما بعرف عشان أنا للأسف بلبنان كل شي تجاري فم تلقيه وأنا بعيدة عن التجارة حتى إن كان حدا حب بده يشتري وحدة ما بقدر بيعها هيدا يمكن أعمله وحدة مثله بس بيعها هيدا أطعى مني أنا هو الفن بالنهاية كمان يعني كل لوحة أو كل منحوطة كمان مثل ابن أو بنت الفنان بحد ذاته عم تفهم عليك يعني ولكن حلو كمان يعني في كتير معارض عم نشوفهم بلبنان بيحبوا يضوعوا على أعمال جديدة أو أعمال كمان تلفت للنظر غير عن الربح المادية يعني في كتير كمان نعرف عالم بتحب الربح المادية ولكن في عالم كمان بتحب الفن بشكل خاص وتحب تدوي على هيدا الموضوع فعلى أمل الشي نهار هيك يكون عندك معرب ليش لأ إن كان في حدا يعمل معرب بدون ما يكون الأوريزون طبعيته شو بده البرسانتاج متل تعرف بيزنس هالكلمة بيزنس بكرها أنا هلأ كنا عم نحكي تحت الهوى عن الموضوع ولكن يعني منعرف بالنهاية الفن فن لأشخاص اللي بدأت أدروا راح تقدروا على الفن والشغل اللي مشغول فيه غير عن قيمته المادية وهيدا شي يعني بالنهاية اللي بريح الفنان كمان إنه في عالم تقدر الشغل اللي عم بيعمله ايه هيدا كتير مهم وبعدين أنا بس فوت على بيتي أو أقشع هولي الأيكونات بنسى شو فيه مشاكل بره صبحت غير إنسان بره بكون عم صارع وعم ناضل وما بعرف شو بداخل بيتي وقت اللي ببلش أشتغل به هول أيكونات بظهر كل شي على كل حقيقة بالنسبة لعلم نفس المرضى هيدا أحلى وسيلة لمعالجة حيالة مشكلة أو حيالة مرض نحنا بلشنا المقابلة عم نقول إنه الفن هو نوع من الهروب أو وسيلة هروب من الواقع الصعب أو المشاكل ورح نختم كمان المقابلة بهيد الجملة مرسي كتير إليك دكتور سيهان فرح فنانة تشكيلية بزخرافة وزخرافة الآيكونات كمان بشكل خاص نشكل إليك حضورك وعلى أمل كمان نشوف عمال لاحق مرسي كتير إليك إن شاء الله مرسي لإلكم صبحياتنا بتكمل ولكن بعد بريق آسير اشتركوا في القناة